سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة النهاردة هنتكلم عن ذات الله، صفات الله، شخص الله، أسماء الله لذلك بصلي أنه الله يجدد أفكاركم ويتقابل معاكم بصورة شخصية جدا قريبة من فهم وقلب كل واحد وحدة منكم على حدة كل واحد أمام الله دائما الله ينظر لنا كل واحد على حدة بصفة شخصية هو القادر أن يعطيكم كل سلام وفهم في محضره وهو نفسه الله محبة والصديق الألزق من الأخ كما يعيدنا في الكتاب المقدس ويكون معاكم اليوم ويوسع فهمكم للحقائق اللي حنقدمها النهاردة حلقة النهاردة هتكون بعنوان هل يمكن أن ينسب لله صفات سلبية؟ السؤال إيه صفات الله وأسماءه في الإسلام؟ أو لمحة عنها؟ وهل يمكن أن يكون من ضمن هذه الصفات صفات سلبية؟ والحاجة التانية اللي هنتكلم فيها النهاردة هي ما هي صفات الله في الكتاب المقدس؟ وإزاي ده يؤثر على حياتك الروحية وعلاقتك الشخصية أنت وانت بالله مفهوم الإله كان ومازال منذ بدء الخليقة وهو يعني الإله هو من يتطلع إليه البشر بيحتاجه وجوده ومعرفته وبصورة أو بأخرى دائما ده في نفس البشر النفس الإنسانية بتبحث دائما عن معنى الحياة ومعنى الحياة دائما حنلاقي نفسنا بنبص أنه إحنا عايزين طب نعرف اللي خلقنا ده يعني هو مين؟ من الممكن أنك تجد معنى الحياة في معرفة الله لأنه مصدر الحياة سفر الجامعة بيقول كده أنه صنع الكل حسنا في وقته وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله من البداية إلى النهاية جعل الأبدية في قلبهم الاشتياق إلى الحياة الأبدية مع الله لأنه على فكرة الله خلقنا من الأول على أساس أننا نعيش مع حياة أبدية حياة فيها تواصل مع الله زي ما كان آدم وحاوة بيتواصله مع الله من الأول كده فده شيء موضوع في قلبنا لأنه يوجهنا للاشتياق لله والنظر إليه دائما فدي حاجة موجودة لما سات الله في خلقته تركت أثر تخلينا نشتاق للعودة إليه زي ما قلت الاحتياج لي والتواصل معاه لكن كعادة البشر لنا لمساتنا المصحوبة ببشريتنا فإحنا علشان نصل لله بنحط لمساتنا الخاصة بنحط مخاوفنا الخاصة بنحط أفكارنا الخاصة فبتحصل أخطاء كتير ده منذ بداية الخليقة وهو بيحصل لحد النهار ده برضه يعني أقولها بصورة مبسطة النهار ده أنا لما أجي أدور على ربنا بحط فيه مقييس اللي تعلمتها من مجتمعي اللي تعلمتها من الإسلام اللي تعلمتها من المسيحية لو كنت مسيحي اللي تعلمتها من مخاوفي من صرعاتي من مفهومي أو نظرتي للإله فبحط فيه حاجات مش فيه خالص مصحوبة بمخاوفي بشريتي طمعي خطيتي وهكذا فزي ما بقول إنه عادة البشر إن إحنا بنحط لمساتنا المصحوبة ببشريتنا طبيعتنا البشرية منذ البداية والإنسان يضع لمساته الخاصة ومنزوره ومخاوفه واحتياجاته وضعفه فيما يطفي على الله بنحط ده على ربنا بنلون ربنا به يعني أنا ببسط الكلام وده ليس فيه أي إهانة لشخص الله خالص أنا ببسط اللي إحنا بنعمله عشان نفهم فنجد إنه مثلا منذ بداية الخليقة إنه الإنسان صنع أليها لنفسه منها ما يحمل معاني مفيدة ومنها ما يحمل الشر كإله الشر في حضارات كثيرة منها الحضارة المصرية الإله ست في الحضارة المصرية ده إله الشر يعني إزاي نضع إله ونقول إنه ده إله الشر ونعبده كانوا بيعملوا كده لأنهم كانوا بيخافوا هذا الإله أو بيخافوا فكرة الشر اللي بيقع عليهم فيفتكروا إنه فيه إله يقرر هذا الشر وده مفهوم على فكرة نقل فيه أديان كثيرة ومنها الإسلام إن الإله يسبب الشر ويسبب الألم ويسبب الإبتلاء ويسبب الأمراض وكده لكن الكتاب المقدس بيعلمنا إنه الله لا يسبب الشر لكن الشر هو نتيجة أعمالنا نتيجة الخطيئة في العالم نتيجة الإنكسار اللي فيه الإنسانية وكلمنا عملنا فيها حلقات كتيرة ومنها حلقة عن الله والشر لو نفتكر دلوقتي حفتكر لكم اسمها أو حلقة رقم كام لكن كان السؤال فيها هل الله يسبب الشر فدي حلقة مهمة قوي إنك ترجعوا تعيدوا إرية علشان نفهم شخص الله في الحضارة المصرية أيضا مثلا كان فيه حورس والإله حورس رمز الخير والعدل اللي ممكن يترجم على إنه احتياج الإنسان لمن يقدم له الفرصة في العدل والخير أو لشكل مخلص بشكل ما لأنه المفروض إنه حورس جاء علشان يعني يعدل ميزان الأمور فهذه الصور للإلهة اللي بيتكلم عنها الإنسان منذ بدء الخليقة دائما تصور الاحتياجات الإنسانية أو الاحتياج لله أو إنه فيه هناك خلفية للتواصل مع الله باقية في نفسنا وفيه اشتياق لها كل من صنعوا آلهة لأنفسهم كانوا بيسددوا احتياج إنساني بشكل بحث فترجم ذلك في صناعة آلهتهم إذا كان ده من جهة الخوف والاحتياج مثلا في المقابل نجد في الكتاب المقدس وهو أقدم تاريخ لتعاملات الله مع الإنسان تجده عبر التاريخ كله نجد إن الله عرف نفسه لكل من تقابله معه بصورة شخصية وعرفه بتعريف شخصي اختباري أو بإعلان فهمه عن نفسه فمثلا أما يقابل موسى ويقوله أنا هو ما فيش حد تاني أنا هو الإله أنا هو أو مثلا لما يقابل هاجر وهاجر تقول إنه الإله الذي رأى رآني اختبرت إنه الله رآها سمعها فكان دايما الله في الكتاب المقدس يقدم نفسه للأشخاص دي بصورة اختبارية ويقدم فيها ليهم يعني إعلان عن ذاته وعن صفاته وعن اسمه هنجد إنه كل ده في إطار صلاح الله في الكتاب المقدس ولا سلبية فيه لكن عندما يتكلم الله عن الصلاح يتكلم عن صلاح كامل بلا شر بلا إجحاف حق حد أو تمييز عند الله فالصلاح هو صلاح كامل متناهي العدل هو عدل كامل متناهي الرحمة كذلك هكذا نجدها في الكتاب المقدس نجد إن الرب بيعلن عن نفسه وخطته لتوجيه وإصلاح وخلاص البشرية عبر الكتاب المقدس كله بوضوح أسماء الله وصفاته أيضا تعبر عنه في كل ديانة فإن كانت هذه الديانة والإيمان منه إذا كان الإيمان ده والديانة دي منه هتعبر عن شخصه بوضوح وبصورة واضحة وليس فيها تضارب وإن لم تكن فسيكون فيها كل خيال واحتياج وخوف الإنسان الظاهر فيه ويترجم في الانطباع اللي بيعطيه على شخص الله الكتاب المقدس بيقول إن الله نور وليس فيه ظلمة أبدا وإنه قدوس ولا يمكن أن ينسب إليه شر فخلينا نقيص على ذلك أفكار الإسلام عن الله وأسماءه وصفاته اللي بتعبر عنه بصورة عامة فأنا مش عايزة النهاردة أدخل في تفاصيل كثيرة لكل اسم وكلام ده لكن عايزة أدي صورة عامة إن كان فيه شيء يجعلنا نفكر هل يمكن أن الله يكون في الشيء ونقيده هل يمكن أن الله ينسب ليه شر هل يمكن أن الله ينسب ليه صفة مكروهة في الإنسان وتكون كويسة عند الله دي أسئلة مهمة أوي إنك تسأل نفسك فيها والنهاردة هنشوف إنه هل ده موجود في الإسلام ولا لا وإذا كان فيه تشابه في بعض الأمور اللي بيدعيها الإسلام على الله في الكتاب المقدس فالنهاردة هديكم لمحات من كيف نراها في الكتاب المقدس من قائلها وكيف يتعامل معها الله في حياتنا مهم إنك تعرف شخص الله لأنه هو من يشتق إليه قلبك مش مهم إنك تعرف النبي إيه ولا صفات النبي إيه ولا مش هو ده المهم إذا كان شخص الله واضح في الإيمان اللي أنت فيه وهذا شخص الله في هذا الإيمان يعينك على أن تكون شبهه ومثاله في الحياة اللي أنت عايشها في كل شيء فده شيء رائع ينبغي إنك تنجذب إليه أكتر ولكن إن كان شخص الإله مشوه وفيه أسئلة كثيرة حوله أو إنك ما تقدرش تتكلم عليه مثلاً زي ما كنا وأنا مسلمة ما قدرش أسئلة كثيرة عن الله وحتشوفه ليه ما قدرش وإنت ما تقدرش برضه فخلينا نشوف هل يستقيم تستقيم الصورة اللي في الإسلام عن شخص الله الحقيقي أم لا أنا أخذت بعض المقاطع من فيديو للشيخ علي جمعة بيتكلم فيها عن أسماء الله الحسنى وعن صفات الله فخلينا نشوف الفيديو الأولاني وننقشه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وفي القرآن أكثر من مائة وخمسين اسماً لله وفي السنة أكثر من مائة وستين اسماً لله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسماً مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة وفي رواية أبي هريرة وهي قد وردت بثلاث روايات في الترمذي عد هذه التسعة وتسعين ووردت الروايات الأخرى بخلافات حتى إذا ما جمعت ما ورد في الكتاب وفي السنة وفي تلك الروايات وفي الأحاديث وصلت إلى مائتين وعشرين اسماً لله تعالى طيب هو بيقولك إنه في حديث بيقولك في تسعة وتسعين وفي القرآن مائة وستين وهنا مائة وستين أو مائة وخمسين المهم مائة وخمسين ومائة وستين المهم إنه في خلاف عليهم وإنه من أحصاها دخل الجنة أولاً أنا عايزة يعني أقف عند هذه النقطة أولاً لأنه من هذه الأسماء اللي هو بيقول من أحصاها دخل الجنة فيها أسماء يستنكر الإنسان أو صفات إنها تكون فيه زي الكبرياء زي إن الإنسان يكون جبار مثلاً يعني الجبار المتكبر القهار الخافض الرافع المعز المزل يعني أن الله يكون سبب الزل والابتلاء في حاجات الواحد يعني إيه يقف عندها ويقول أنا يعني دائماً سأقع تحت رحمة إله هو اللي يقول إذا عايز يعزني ولا يزلني لأنه يقدر يعمل الاتنين لكن الله الحقيقي لا يزل الإنسان لأنه يتعامل معك كابن من منظور إنك اليوم عندك فرصة تكون ابن لإله محب يعطيك كل ما له ويدعوك إنك تكون زيه يعني التعريفات دي لا تستقيم مع شخص الله الله لا يزل الإنسان ولكن تقع علينا عواقب أعمالنا أو عواقب عسياننا لله مثلاً فالنتيجة اللي إحنا لاختياراتنا وللي إحنا عملنا الكتاب المقدس فيه آية بتقول كده إنه لا تضله لأن الله لا يشمخ عليه فالشموخ على الله معناه مثلاً إنك تكون بتستهزئ بحياتك مع الله بتحضر الكنيسة بتقول إن اسمك مسيحي لكن عايش حياة لا تمجد الله فده بيفصلك عن الله على طول لإنك غير صادق غير أمين غير لإنه الحياة اللي إنت بتعيشها في الداخل مش موجودة في الخارج لا تمثل الله فبالتأكيد الله يعني حيبعدك عنه هقولك انتظر أقف اتصلح غير أنت لا تمثلني أنت تمثل شر مثلاً فيعني إنك تكون بتمثل الله في حياتك ده شيء مهم جداً فهل من الممكن إنك تمثل الله في الكبرياء لو أنت إنسان متكبر تبقى خطيب لإنه الكتاب لو قدس بيقول إنه قبل الكسر يأتي الكبرياء وإن الله لا يعني لا ليس فيه أي كبرياء أبداً فإنت مش ممكن كابنه أو بنته بتوسله إنك تكون متكبر على الناس بالعكس الكتاب بيقول إنه الله وديع ومتواضع القلب بيقول كونه مثلي لأنه وديع ومتواضع القلب مش ممكن التواضع يبقى جنب الكبرياء وهنا هتلاقي إنه فيه التقابل ده شيء غريب جداً فالحديث اللي بتكلم فيه اللي تكلم عنه بيقول عن أبي هرايرة إن الله ليه 99 اسم مئة إلا واحد مذكور في الترموزي وده يعني حاطت كل الأسامي الـ 99 وفيه اختلاف عليهم فراح حاطت كمان ضيف لنا في في الكلام عن هذا الحديث إنه في الشيخ محمد بن صالح العسيمن في كتابه القواعد المسعة المثلة 99 اسم أخدها من القرآن والسنة وهي على النحو التالي مختلفة عن اللي قالهم أبو هرايرة فيقولك الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ البر البصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيز الحفي كلها حاجات متاخدة من آيات قرآنية أو من سنة محمد وستجد فيها لما تقرأ بقيتها ستجد فيها إن فيها أشياء لا يمكن تتصق مع شخص الله القدوس استحالة فيه أسئلة كتيرة عن هذه الصفات والأسماء اللي بتوضع على هذا الإله علي جمعة قال حاجة إنه إنه الناس كانوا في القديم إذا خافوا شيئا أعطوه أسماء كثيرة قال كده وإذا أحبوا شيئا برضو أعطوه أسماء كثيرة فهنا تجد إنه الأليهة بتاعتهم برضو اللي هو الله الله أكبر كان جزء منها اللات كان جزء منها الـ 360 إله اللي كانوا موجودين حول الكعبة كان ليهم أسامي كثيرة وتداخل فيها عدم معرفتهم بشيء ثابت عن شخص الله تداخل فيها هذه الأسماء اللي هما والصفات اللي هما وضعوها على الله يعني في أسماء كثيرة لازم تسأل عنها يعني إيه مثلا المؤمن يعني الله مؤمن بإيه مؤمن بذاته ومش محتاج يؤمن بذاته يعني إن آمن بذاته فده فيها نقص المؤمن بإيه الشهيد شهيد بإيه الشكور شكور على إيه بيشكر مين يعتقد من هنا فيه مثلا النصير الوارث الواسع الودود الوكيل الوهاب السبوح الرب الرفيق السبوح من يسبح أسئلة يجب إنها تسأل هل يسبح الله نفسه؟ هل يحتاج الله إنه يسبح نفسه؟ أسئلة يعني يجب إنها تكون ليها إجابات إنها منطقية ما هو أنت لازم تعرف أنت بتعبد مين خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده وهذه الأسماء منها ما هو للجمال ومنها ما هو للجلال ومنها ما هو للكمال أما الجلال فكالجبار المتكبر العظيم مالك الملك ذو الجلال والإكرام وهذه لا يتخلق بها الإنسان بل هي فقط للرحمن وإنما يتعلق بها عندما يشعر بمظلومية أو عندما يشعر باحتياج أو بنقص فإنه يلجأ إلى الله بهذه الأسماء خليني أقول أولا أنه إحنا اتربينا على أننا نكرر أسماء الله الحسنة ومن أحصاها دخل الجنة دخول الجنة لمجرد أنك تقعد تقول أسماء الله الحسنة ليس فيه عدل بصراحة يعني أنت إيه إيه اللي تغير فيك لما تقعد تقول حاجات حفظها كده وتعمل زي الفئي وتهز راسك معظمنا كنا بنعمل كده علشان ناخد حسنات أو يعني إيه زي ما تقول من أحصاها يدخل الجنة دي كانوا بيحفظوها لنا عشان كده ده سبيل إلى الجنة هي أشياء نرددها بالفم ولكن لا يتقبلها القلب فتغير فيه يعني مش هتلاقي أبدا أنه في الكتاب المقدس الرب بيقولك احفظ اسمي يقولك بيقولك احفظ العهد اللي بيني وبينك أنا حافظ العهد والأمانة فأنت كمان احفظ العهد اللي بيني وبينك أنه أنا إلهك وما فيش إله غيري وأنك تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدراتك ده الحاجات اللي تتحفظ حفظ القلب والحياة المعاش مش ترديد اللسان اللي تدخل بيه الجنة دي حاجة كان لازم أتوقف عندها يعني الحقيقة لازم نحن نفكر فيها التسبيحات والكلام اللي كنا بنقعد نعده على صوابعنا والكلام اللي بيقولون اقرأ قاية الكرسي يحصل مش عارف إيه عدية ياسين يحصل إيه الكلام ده كله يعني من بقايا السحر والدجل والأعمال الشيطانية اللي كانت متدخلة كثيرا كثيرا في هذا العصر وليه أثار كبيرة في القرآن والأثر الإسلامي كله أرجع بقى أرجع بقى لحتة إنه شيخ علي جمعة بيقول كده إنه صفات الله منها ما هو للجمال ومنها ما هو للجلال والكلام ده كله ويقولك بقى إنه مثلا ما هو للجلال هو إنه الله الجبار المتكبر العظيم ملك الملك ذو الجلال والإكرام وممكن تحط بقى العالي المتعالي الكلام ده كل دي صفات يتخلق بيها الله فقط لكن مش للإنسان أرجع تاني وأقولك الإنسان الذي يتجبر صورة الجبروت الجبروت في أبية في كسر لمن أمامك الاستكبار على الناس في كسر وتعظيم للذات الإنسان الواثق من نفسه لا يتحلى بيها مش الكبرياء لله لا ما تقولش إن الكبرياء لله لأن الله مش محتاج يتكبر الله هو هو يعلم أنه هو البداية والنهاية الأول والآخر الألف والياء يعلم هو هو ما فيش حاجة تغيره فما فيش حاجة حيجي يدايقه فيروح متكبر عليه فيشعر أنه يعني بقى أحسن أنت تتكبر عليه هتكبر عليك لا يستقيم أنه يكون الله يتدنى إلى مستوى الكبرياء مثلا أو التجبر على إنسان ضعيف هل الله يضع نفسه في مقابل الإنسان كند لأ طبعاً الجبار بيتجبر على حد عشان يحطه في مكانه يعني أو أنت مش تد ليه أنا فوقك أنا حتجبر عليك عشانا أكسرك الله لا يريد كسرك بل هو أتى لكي يجبر كل مكسور يجبر الكسر بتاعك يشفيك يخليك كامل فيه من خلاله في المسيح فمش ممكن يتجبر عليك بالعكس ده يتعاطف و و ويفتح أبواب ويبكت قلبك ويعلمك الحقيقة ويريك الطريق ويقولك ده طريق أدي للهلاك لا تسير في هذا الطريق ارجع علي عود لمحبتك الأولى كلام كله كتابي اللي أنا بقوله ده ويقولك ما تسكتش الروح روحي بتكلمك ما تسكتش الروحي اللي فيك بالخطيئة دائما يعطينا فرصة جديدة فرصة جديدة كل يوم رحماته تتجدد كل صباح بصفة شخصية الإله اللي بيتكلم عنه الإسلام بهذا الشكل هو جبار لأنه يرى نفسه فوق الجميع لأنه احنا غير متواصلين معاه لأنه مبتعد عننا تماما لأننا عبيد ولسنا أبناء اللي بيتكبر لأنه به نقص المتكبر به نقص على طول الكبرياء عكس الثقة في النفس وعكس التواضع طبعا إن كان مالك الملك فهو لا يمكن أن يضع نفسه كندل للإنسان بل يحتوي الإنسان فيقولك لا يتخلق بها الإنسان لكن دي دي صفات الجلال دي لا يتخلق بها الإنسان فشوف التقابل إنه المسيح يقولك تعلموا مني لإني وديع متواضع القلب ويجي هذا الإله يقولك إنه الكبرياء ليه وحدي أنا بس ف في حاجات لازم يعني تبقى عارف إنها لو أنت تعلمتها حضرك ودي مشكلة كبيرة المسيح فتح كل بابلين أتعرفوا إنه المسيح بعد معلم التلاميذ وكان معاهم وبعد الصلب والقيامة وكده من الحاجات اللي علمها لهم قالوا من أنتو هتعملوا أشياء كثيرة أعظم من اللي أنا عملتها لإني فيكم لإني معاكم لإنه روحي بتاخدكم أشياء كثيرة ستحدث في المستقبل ومستقبل المؤمنين مستقبل الكنيسة أعظم كثيرا مما حدث والمسيح كان على الأرض لإنه أعطى لإنه أمر لإنه تفاعل مع أبنائه بكل عطايا الخير والسلام والمحبة والحكمة والتعديد وروحه الساكن فينا فهكذا نتخلق بقى بأخلاق الله لإننا على شبه ومثاله مخلوقين منه فيجي يجي يقولك بقى علي جمع يقولك الحاجات دي بتاعت ربنا اللي انت لا تتخلق بها الإنسان لإنها تبقى سيئة عند الإنسان إنما تستخدمها إزاي بقى تستخدمها في الشر بص إزاي يقولك وإنما يتعلق بها عندما يشعر مظلومية أو نقص لما حد يظلمك تقوله أنا هحطك قدام الجبار اللي لا يضيع عنده حق أنا هحيل أمري للي حسبي الله ونعمل وكيل فيك تدعي عليه وتحط قدام الجبار ده اللي إيه لازم هينتئم لك المنتقم الجبار دي صورة إحنا قبلناها إن إحنا نكون عندنا هذا الإحساس من للناس اللي حوالينا لكن في الكتاب المقدس صورة مختلفة تماما الله يعلمنا إن إحنا نحب الأعداء نغفر للي بيظلمونا نغفر لمن يضطهدونا نصلي من أجل اللي بيسببولنا ألام في حياتنا أصلي من أجلهم يعني قول يا رب من فضلك زي زي ما المسيح عمل زي ما المسيح عمل قال اغفر لهم يا أبا تالي إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون وإحنا بالتالي بنعمل كده فيراها المسلم اللي تعلم إنه إله الجبار المتكبر القهار اللي يكسر اللي ينتقم ده كله يراها ضعفا فينا وضعفا في هذا الإله اللي إحنا بنتمثل به وهو يصلي بالقصاص والانتقام وكذا ليس هكذا قلب الله الله يعلم أننا جميعا ضعفاء محتاجين إلى إنه هو اللي يصلح قلبنا ويصلح حياتنا ويصلح أفكارنا وإنه كلنا خطائين وكلنا فينا نقص أمامه كلنا ضعفاء فعلمنا إنه قوة الله تظهر في حالة ضعفنا فيغيرنا لأننا نعتمد عليه فلما نعتمد عليه نعتمد عليه في الصلاح في المحبة في الغفران يقولك بقى الحاجات الإنسان ممكن يتخلق بها هي بقى الغفران والمحبة والكلام ده كله راح حطت منهم شوية خصال كده إنك يعني تخلق بهذه الأمور كيف تتخلق بهذه الأمور وأنت تتعلم من إلهك أن تتعلق به عندما تظلم فينتقم هو ليك ده المنتقم الجبار مش هيسيب لي مش هيسيب حقي من الممكن أن ترى أنه عندما المسيحي المؤمن يتعلم من الله أنه يصمت في حالة الإضطهاد والظلم من الممكن أن تراها ضعفا ولكن الإنسان اللي بيعيش لمجد الله يضع الله يتكلم الله يتكلم أنا أدافع عنكم وأنتم تصمتون فعندما يتكلم الله يصمت الجميع ويأتي السلام ويأتي الغفران طيب خلينا نشوف الفيديو اللي جاي الشيخ علي جمع هيتكلم على تقسيم هذه الأسماء أسماء الله أو صفاته تقسيم هذه الأسماء قسمها العلماء إلى نوعي ما نفيه لا يلزم منه نقص وهذه تسمى بصفات الأفعال فتعريف صفات الأفعال أنها الصفات التي لا يلزم من نفيها نقص لا يلزم من نفيها عن الله سبحانه وتعالى نقص وكان بالمؤمنين رحيم ولا يرحم المشرك ها ما فيش نقص الرحيم رحيم دائما مع الكل حتى من يخطئ في حقه لأنه يعني هو بيقول أنه ما فيش نقص أنك أنت الله يقول أنا رحيم على المؤمن بس المشرك لا دي صفة يعني من الحاجات السبتة في القرآن عن أنه إرادة الله هي يهدي من يشاء ويضل من يشاء أنك لا تهدي من أحبابت والله يهدي من يشاء هو دي حاجة خاصة به إله الإسلام كده فبيقول لك أنه الصفات دي أنا لا تنفي يعني ما يكون رحيم بس ما يرحمش المشركين الناس التعبانة يبقى ده ما فيش نقص لما المسيح راح قعد مع الخطاء في يوم من الأيام كده كان المسيح قعد مع الخطاء والمرضى والتعبانين فجم الفرسيين وناس سألوه يعني أنت قعد مع الخطاء إزاي قعد مع الخطاء يا معلم يعني أنت إزاي تبقى معلم وعارف أنه الخطيئة نجاسة وأنه دول ناس خطاء وانت قعد معاهم فالمسيح قال لا يحتاج الأصحاء إلى إلى طبيب بل المرضى المحتاجين الرحمة هم الناس اللي بعاد عن الله وده قلب الله ليهم فكر فيها هل ده يستقيم ولا لا يستقيم خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده أصفتي سموها المعاني أصفتي سموها إيه المعنوية فقدرة إرادة سمع بصر علم حياة كلام استمر دي إيه المعاني ومن أنكرها لا يكفر يتولد منها إيه المعنوية اللي إيه أنه قدير مريد سميع بصير عليم حي متكلم ومن أنكرها كفر محدش أنكر من المسلمين المعنوية إنما جات المعتزلة علشان تشغل بن قال لك لا أصله سميع بذاته مش بصفة زائدة على ذاته فلسافة بقى لكن سميع ألا لا سميع بس بذاته مش بصفة زائدة على ذاته زائما بيقول الأشاعرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه طيب هو بيقول لك إنه في المعاني هي صفات الله هي إنه عنده قدرة وإرادة وسامع وبصر وعلم وحياة وكلام استمر وبيتكلم هو لسه بيتكلم ويقول لك إنه من أنكرها لا يكفر وبعدين يقول لك إنه المعنوية بقى الصفات المعنوية هي إنه قدير ودي مش جاية من قدرة مريد سميع بصير عليم حي متكلم ومن أنكرها كفر معلش تسمحوني وبيقول لك المعنوية بقى جات من المعاني يعني أنا أسفة الله قدير لإنه قدير هو يعني دي من صفاته الأساسية هو قادر على كل شيء وإنه مريد وإن أراد شيئا خلاص بيقدر ينفزه وإنه سميع آه طبعا الله بيسمعنا وإنه بصير طبعا هو بيشوفنا وإلا ما يبقاش يعني يبقى فيه نقص يقلق لنا سمع أو بصر وهو ليس لو سمع أو بصر إنه عليم بكل شيء طبعا هو عالم بكل شيء وإنه حي طبعا هو موجود منذ البدء يعني من البداية للنهاية هو البداية والنهاية هو البداية والنهاية إنه متكلم طبعا الله له صوت له كلمة تمثلت في المسيح يقولك من أنكرها كفر المفروض إنه المعاني تيجي من إن الله قدير فيبقى له قدرة وإنه مريد فيبقى له إرادة وإنه سميع فيبقى يعني المفروض العكس بس بس يعني دائما ما سنجد إنه هناك يعني بعض التقابل واللخبطة في الأمر ليه بقى المعتزلة قالوا إن الله سميع بذاته وليس بشيء أضاف إلي صفة زائدة على ذاته كما يقول الأشعارة مين بقى الأشعارة الأشعارة هما بتوع الأزهر ده المذهب اللي ماشي عليه الأزهر فهو عايز يقول لك إنه مثلا من وجهة نظرهم إنه إن الله يكون رحيم دي في من وجهة نظرهم غالبا يعني إنها ممكن تكون صفة مضافة على الله إن أضافت شيئا على الله كان الله ناقص ورأيي المعتزل ما كانش غلط في كده أنت هو ربنا سميع بذاته بيسمع بيسمع أه بيسمع هو اللي خلق لك السمع هو عنده هو الأول هو المصدر لكل شيء لكن التنازع على إنه السمع ولا الإرادة ولا دا ولا دا ولا أي صفة أي صفة ممكن تكون مضافة على الله أي شيء ممكن يضاف إلى الله لا يجعله إله خالص والأشعارة ليهم يعني أقوال كثيرة في هذا الأمر لكن عبدالله الرجدي اتسأل السؤال دا إيه هو المذهب بتاع الأزهر خلينا نشوف الكلام اللي قاله في حتة المذهب بتاعة الأزهر دي ونرجع نتكلم تاني في حتة هل يمكن أنك تضيف لله هل يمكن أنك تفسر المعاني في في الصفات الله ولا لأ نشوف عبدالله رجدي حيقول لي ما هي العقيدة التي يعتنقها أو التي يعني يدرسها الأزهر الشريف لطلبته أو لرجاله يعني أنتوا بتعتقدوا إيه في ذات الله سبحانه وتعالى هو الحقيقة أن الذي يعتقده الأزهر الشريف في صفات الله وفي أسمائه هو عين ما يعتقده السلف الصالح رضوان الله عليه وده كلها خلاف في الصفات الخابرية اللي هي زي الساق واليد والقدم والاستواء والنزول والحاجات دي كلها يعني هل هذه الأمور السؤال بقى اللي بيجي بتقال هل الأزهر الشريف بينكر هذه الصفات هل عقيدة الأشاعرة هي إنكار هذه الصفات كل ما وصف الله نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عليه الكلام ده ذكره الإنم الترميذي رحمه الله تعالى وذكره الحافظ طيب بيقولك إن عقيدة الأزهر هي العقيدة اللي بيعتنقها السلف وإنه الاختلاف في موضوع الاستواء والنزول والكلام ده كله والله على العرش استوى وإذا كان الله ليه إيدين ولا ملوش إيدين الكلام ده كله تفسيره أن يتلى ويسكت عنه ودي بقى أي الحاجة اللي تغليك تنقذ نفسك بقى من الموضوع إزاي بقى خلينا نتكلم في حتة إنه الله على العرش استوى ده هو بيقولك إنه الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة دي عبارة مشهورة جدا خلينا نشوف جات منين قال مالك رحمه الله لما جاءه رجل في مجلسه فقال الرحمن على العرش استوى ده من سورة طه فقاله كيف استوى ازاي يعني يعني قعد يعني كان ماشي مثلا وجي قعد يعني يعلو فوق العرش يعني متاجع مثلا يعني ديني صورة للاستواء ما وإحنا بنحط حاجات ما إحناش عارفين نفسرها ونقول للناس إقبلوها كده أو زي ما هي تأثر على حياتي أنا ازاي دي انه الرحمن على العرش استوى تأثر تأثر مشت سلطان الله ولكن لحضور الله معاك من عدم ازاي الله يكون قعد على العرش لانه ده مكانه فقط وازاي انه الله ممكن يقول انه نزل وطلع وممكن يكون معاك في كل مكان ولا مش معاك في كل مكان لو قلت انه مش في كل مكان ما يبقى شاء الله فالسؤال ده عمل مشكلة فقال له مالك اسمع مرة تانية الاستواء معلوم والكيف مجهول والامان به واجب والسؤال عنه بدعة اذا لما قال في الاول ماذا قال ما هي العبارة الاولى الاستواء معلوم ده التفسير هنا بيقول هذا رد على من على المفاوض المفاوضة والمعطلة الذين ينكرون الاستواء فكلمة بقى وكيف مجهول ده رد على من بيقول انه يكيف يعني اللي يقول مثلا ده قعد كده والسؤال عنه بدعة يدل على ان هذا من الامور التي لا تجوز وهي من المبتدعات وهذا ايضا مروي عن شيخه ربيعة الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول هذا يقوله ربيعة رحمه الله يا جماعة موضوع انه انه اما تسأل حد سؤال مثلا تسأل حد انت بتطبخ الطبخة دي ازاي فيقول لك مثلا بتطبخ ملوخية ازاي فيقول لك الملوخية معروفة والطبخ له طريقة معروفة والسؤال عن الوصفة بتاعتي غير مقبول طب طب هتأكل لي مثلا طب هتفدني ايه الطبخة بتاعتك لو انا اللي عرفت اطبخها ولا كنتها يعني 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 بقت وصفة هيلة ووصفة سهلة والناس تاهت الرد الذي ليس هو رد اصلا فعلشان كده عبدالله رشدي وغيره وكل الشيوخ اللي هما بياخدوا عن السلف لانه عندنا حاجات مثلا ناس قاعدت تقرأ في القرآن وتسأل عمر ولا تسأل علي ولا فعمر مثلا واحد سأله في القرآن ام ضربوا على دماغه لما الرجل يعني اتهد حيله قال له ها لسا بتسأل قال له لا خلاص مقتبت مفيش اسأل ليه هنا احنا بنسأل عن شخص الله في شيء يؤثر جدا هلا الله استوى على العرش ولا يتقبل مع عباده لا فيه جزء بيقولك كده وجزء بيقولك احيانا كذا واحيانا كذا ولكن انت لا تستطيع انك تتقابل مع الله بصورة مباشرة لانك تحس انه معاك على طول هناك فرق بين بشارة الملائكة عن السيد المسيح للستة العدرة فأما أما قالولها انه حيكون اسمه الله معنا عمان وقيل الله معنا الله معنا الله اللي مشي على الارض فعلا النهاردة انتو مش عجبكم الكلام ده بتسأله ليه لكن لكن انت مسلم ان الله لقدين ورجلين وكل حاجة بس بشكل مختلف عن بقية الناس مش شبه الناس عشان ما نغلطش غلطة كبيرة يعني لكن المسيح اللي قال عنه الكتاب الله معنا الله معنا فعليا مشي على الارض اللي احنا فيها تقابل معنا على المستوى البشري شعر بألمنا حمل خطيانا صلبة وقبرة وقام من أجل ان تكون لنا حياة أبدية كان فيها تواصل بيننا وبينه ولم ينتهي الامر على ذلك ولكن هو المؤمن يقولك انه روح الله ساكن فيه المسيح اللي بيرشدني كل يوم اللي بتعامل معه بلتقي معه كل يوم أنا جزء من الله اتعامل معه ألتقي بيه بصورة شخصية كل يوم أنا ابن عايشة ببيت أبويا اللي يرشدني بصفة شخصية كل يوم هل ده غير مقبول ان قلت انه ده مش فعقول يعني وربنا هيتصرف مع الناس بشكل شخصي كده انت تنفي عن الله محبته قدرته عظمته حكمته لو رفضت ده خلينا نشوف الفيديو الاخير نمشي به الإقرار والإمرار يعني إقرار وإمرار يعني نحن بنقر النص كما ورد ونمر لا نفسره ولا نبحث فيه ولا نتكلم في حقيقته كل الأمور دي كلها نتركها لله عز وجل يعني هنعمل إيه قالك يعني إقرار مع إمرار مع نفي مع نفي وركزه دي المشابهة بين الصانع ومصنوعاته يعني هنعمل إيه هنقول مثلا في الوجه هنقول كده وجه لك الوجوه أو يد لك الأيدي العبارة دي تنجيك ومتفق عليها بين كل أعتقد الفرق المسلمين إلا نفات الصفات زي المعتزلة والناس دول طب إيه مشكلتك إنك تقول إنه إنه الله كان له وجه غير الوجوه ما هو يعني إحنا يعني أكيد إحنا مش مختلفين في ده لكن إن أراد الله إنه يكون له وجه إنسان يد إنسان أقدام إنسان ألا يستطيع المشكلة إنك بتعلم الناس السكوت عن الفكرة لأنهم لو تكلموا في الفكرة حيقترب إليهم المعنى إن الله الذي يستطيع كل شيء اللي بيقول كده في الكتاب المقدس لما تيجوا تصلوا قولوا يا أبانا الذي في السماوات اللي بيكلمنا كأب اللي جاء في سورة إنسان حتى يقترب منا ويعطينا خلاص هذا الإله الحكيم المحب الرحيم هتقدر تشوف إنه ممكن فعلا ده يحصل لأنه الصفة الأساسية والحاجة الأهم والأعظم اللي مش موجودة لا في أسماء الله ولا في صفاته في القرآن إنه الله محبة الله محبة الله مخلص الله أبانا التلاتة دول هم اللي يستقيم عليهم الإيمان المسيحي الله من محبته لنا جاء المسيح ليموت عن خطيانا دي صورة محبة الله للإنسان الله محبة هو كل محبة اسم صفة God is love الله محبة حب كل حب مصدر الحب كل ما يمكن أن تتعلم عن الحب هو الله كل ما يمكن أن تتعلم عن العدل والرحمة والاهتمام بالأبناء تتعلموا من الله الآب يعني ما بصلناش وقال أنا مش همثل نفسي بالأب بقى مثل نفسي بالأب ومثلش نفسي بالأم لا بالعكس الله مثل نفسه بالأم الأم الحنينة حتى الأم الحنينة دي لو نسيت رضعها في لحظة أنا لا يمكن أنساكم الله قال كده أنا نقشتكم على كفي من يمسكم يمس حدقة عيني كلام بقى يعني فيه تكسيد وتكسيم وكده لكن أنا همني بقى أن الله عينه زي عيني إيده زي إيدي ولا يهمني أن الله بيقول أنت اسمك مكتوب في سفر الحياة اسمك منقوش على إيدي علشان لما أفتح إيدي أبقى شايفك أنا دايما شايفك أنت جزء مني فرق كبير أنه لما تتقلمي اللي يلمسك بألم كأنه مس حدقة عيني أنا أشعر معكم بالألم أنا أتعاطف في كل مصائبكم وكل ألمكم هتقول لي طب يعني وهو لو ربنا ما بيخلقش الشر وما بيعملش ده وما بيعملش ده طب مش هو اللي بيسبب الألم لا ده كلام ده كلام ظالم لشخص الله لأنه الله صانع كل خير واللي بيمهد كل طريق أمام أولاده واللي بيفتح كل باب ليك النهاردة اللي عمرك ما سمعت عنه بيفتح لك باب النهاردة عشان يقولك أنا أحبك كما أنت أنا جيت علشان أشفيك أنا هو الله الشافي جهوف رفا الله الشافي أشفيك من ألامك من أمراضك من خطيتك من كل ما يعيقك أن تكون إنسان فعلا حقيقي على شبهي ومثالي ده إله يهتم بيك ده إله عايزك تتغير كل يوم إلى الأفضل ف منظرنا لله في الإسلام أثر كتير على منظرنا لله في الكتاب المقدس لما بنجي نتعلم عن شخص الله في الكتاب المقدس شخص الله لا يعتمد على أنت فين أو أنت مين أو شخصيتك إيه شخص الله ثابت لا يتغير على فكرة دي من الصفات الأساسية الهمة جدا إنه الله لا يتغير لا يغيره شر لا يغيره ألام الناس هو لا يتغير لأنه في كل الصفات الأساسية اللي أنت محتاجها كإنسان علشان تقومك تعدلك تربطك به بصلي النهاردة إنه ربنا يفتحانيكم على على شخص الحقيقي من من الحاجات اللي لازم نعرفها عن صفات الله في الكتاب المقدس إنه إنه موجود بذاته لا يتغير إنه هو القوي ليه كل قوة ولكنه لا يجبر الإنسان باستخدام القوة على إنه يعيش حياة معينة أو يعرفه أو يجيله بل بالعكس يأتي إليك بكل حكمة هو كل الحكمة الله من من صفاته هو كل الحكمة يأتي إليك يعطيك فرصة الاختيار لإنك إن اخترت المحبة عشت حياة حقيقية من كل قلبك مع الله تستطيع إنك تتلقى فيها محبة الله بحرية لكن إنه أجبرت تصبح عبد يعني فالله لا يمكن يجبر حد على شيء والنقطة التانية اللي أحب إن أنا أركز عليها في نهاية البرنامج أمانة الله الله من صفاته إنه أمين وإنه صالح وإنه موجود إلى الأبد فإنه أمين هو أمين في حياتك أمين على كل وعوده أمين إنه إن لجأت له يصلحك من الداخل ومن القلب ويصلح الطريق أمامك ويعينك على تحمل الصعاب ويفتح طرق أمامك علشان تعيش حياة أفضل أمين إلى الأبد وإنه صالح إلى الأبد صلاحه يعني إنه لا لا يكون فيه ظلمة ولا يكون فيه شر وإنه لا يسبب انكسار في حياتك ولكنه صالح دائما جميل دائما جيد دائما يعني كل الجمال فيه تقدر تعتمد على إنه صلاحه دائم بره دائم في حياتك الخاصة في العالم اللي حواليك الأمانة في الإله تجعلك تعتمد عليه حتى لو أنت انكسرت لو قلت أمانتك الله ما بتقلش أمانته ولو أنت بعدت عنه الله لا يبتعد عنك أبدا لأنه موجود حولك دائما لأن أنت وأنا مركز محبة الله بصلي أن الله النهاردة يعطيكم لمحة عن شخصه وأنه يعطيكم سلامه اليوم حتى تفهم بعقل مفتوح من هو يسوع المسيح إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر